لدى لقاء سموه بعدد من كبار المسؤولين والمواطنين أكد صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تقفز من نجاح إلى آخر وأن ردود الأفعال الإيجابية والإشادة الإقليمية والدولية من دول العالم وزعمائها بحق قيادتها وشعبها لم يأتي إلا من خلال المساهمة الفاعلة لشعب هذا الوطن كل في موقع فأية إشادة إقليمية أو دولية لأي منا هي إشادة بشعب البحرين أولا وأن غايتي وهدفي منذ أن بدأت عملي كان أميري آنذاك ثم مليكي حاليا وتنفيذ توجيهاته خدمة لشعبنا ويسعدني ما تحملت وأتحمله وما سأتحمله من أمانة ومسؤولية من أجل البحرين ملكا وشعبا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصة الإقضبية صباح اليوم عددا من كبار أفراد العائلة الملكة والنخب الفكرية والإعلامية ورجال الأعمال والمسؤولين والمواطنين يتقدمهم سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور جملة من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني وفي هذا الصدد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دور الصحافة كمرأة تعكس هموم الشارع مثنيا على دور كتاب الرأي والأعمدة قائلا سموه إن أقلامكم وأعمدتكم كشفت وانكشفت من خلالها أمور كثيرة كانت دائما لصالح الوطن وأحثهم سموه على الاستمرار على هذا النهج الذي يعكس الروح الوطنية لشعب البحرين بمختلف أطيافه والشكر واجب لكل من وقف مع هذا الوطن بموقفه المحافظ على وحدته وسلامته أيا كان موقعه محذرا سموه من أن هناك من يريد الإساءة للبحرين بشكل أو بآخر وكان يعتقد أن البحرين هي الحلقة الأضعف ولكنها كانت الحلقة الأقوى التي صعب كسرها بقوة شعبها وحكمة قيادتها وأثناء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الدور الإيجابي البناء الذي تقوم به المؤسسات الدستورية والوطنية مشيدا سموه بمجلس النواب المتعاون لأبعد الحدود مع الحكومة في تحقيق الغايات الوطنية وبالتعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مسيرة التنمية فهو تعاون أكثر من بناء كما امتدح سموه دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تفنيد الأباطيل والرد على محاولات الانتقاص من المنجزات الحقوقية في مملكة الوحرين وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لقد وفرنا ولازلنا نحرص على توفير الأفضل والأحسن لشعبنا وسنواصل العمل لتحقيق ذلك بكل ما نملك من إمكانيات وجهد وطاقة مضيفا سموه أن ما حققته دول مجلس التعاون لشعوبها عجزت عن تحقيقه دول كثيرة لشعوبها لأن دول مجلس التعاون حرصت على توجيه كافة إمكانياتها ومواردها لخدمة شعبها فنجحت في الارتقاء بدولها وتحسين الخدمات لشعوبها وتوفيرها على أفضل وجه ودعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الدول العربية إلى رأب الصدع وتجاوز الخلافات بينها وتغليب المصلحة العربية العليا التي تخدم قضاياها الأساسية محذرا من أن الخلافات بين الأمة العربية تضعف دولها وتجعل عدوها يفوز بمبتغاه وهو فرقتها وتقسيمها وإشغالها عن وحدتها وتعاونها الذي تتطلع إليه الشعوب